من نص الموسم التفكير في الموسم اللي جاي مين اللي هنجيبه التقارير الخاصة بالاجهزة الفنية ايه اللي هيحصل مين اللي هيمشي مين هيقعد مين هيرجع من العارة مين ممكن يعار ده كل ده موجود وتبقى وانت بتلعب كده الماتشات وتتفرج او الجميع بتتفرج على الماتشات الوضع ده بيبقى شغال الدينمو او الترس ده شغال باستمرار عشان يبصوا ليه الموسم القادم ولكن خلينا نقول الاحداث بالنسبة للناديين هنا بالنسبة للزمالك طبعا الامور فيها حالة من البهجة والفرحة بلفوز ببطولة الدوري ده شيء طبيعي طبعا لما تكون بتفوز وبتحصل على بطولة وتبقى البطل اكيد جمهيرك بتبقى سعيدة انت كمان كأدارة وكلعبين وكجالس فني الوضع بيبقى مختلف ونشوة الفوز بتبقى مختلفة وبالتالي طبعا انت بتشغل بيبقى فيه كده بعض الامور اللي ممكن تكون مريحاك على جانب الاخر ممكن فيه بعض الزعل عند جمهيرنا دي الاهلي وحالة من الزعل وحالة من الاستغراب اللي بقى فيه موسم التاني على التوالي بقى فيهش بطولة الدوري ده بالنسبة للجمهير الاهلي بتبقى محزنة جدا والتفكير عن عند الادارة برضو ان جمهيرنا دي الاهلي يعني ده طبعا مش متعودة على كده وبالتالي بيبقى فيه ضغوط كبيرة جدا جمهيرية ده بالنبقى فيه لعيبة كويسة لو هتكون موجودة صفقات لازم تبقى صفقات جيدة لعيبة تكون موجودة من قطاع ناشيين لازم تدي اقصى شيء لها وده اللي احنا بنشوفه في المباراة اللي فاتت ان فيه عمليات تقييم للعبين المتواجدين اللعبين حتى اللي احنا بنتكلم انهم ما اخدوش فرصة على مدار الموسم واخدوها في الوقت الحالي دي برضو جزء مهم جدا يعني شفناه في الفترة اللي فاتت ممكن قاعدين عدكة المدلاء ما بيشاركوش بشكل منتظم ده برضو عمليات تقييم دي ومفي المباراة الاخيرة على الجانب الاخر بقى الكلام واخنا كنا يمكن نبهنا عن الموضوع ده ان الادارة متفكر بشكل جدي ان سوارش مش هيكون موجود في الموسم القادة واخنا تكلمنا في البريمو كتير جدا عن النقطة دي وان هو الراجل مش هيكمل الموسم الجاي فيه شرط جزائي او ما فيه شرط جزائي ان يسمع للراجل ان هو ياخد الشروط الجزائي بتاعته في حالة الرحيل قبل ما الموسم الجاي يبتدي يعني النادي الاهلي عنده لو مش الراجل الوقتي ما فيش اي شرط جزائي ممكن ياخده من النادي الاهلي ولا فلوس ولا مليم حتى من النادي الاهلي لكن لو الراجل فضل للموسم الجاي النادي الاهلي جيه ماشيه في الاسبوع الاول التاني التالت اي اسبوع بياخد الشرط الجزائي اللي مكتوب فيه العقد وممكن يكون مبلغ كبير وبالتالي طبعا هنا النادي الآلي فكر بشكل مختلف في فكرة يعني رحيل هذا المدرب ان الأمور ممكن يكون جه في وقت وصعب وقت كمان محتاج ان الكل يكون يساعده لكن في الوقت ده القرار اتخذ من الإدارة بلعب بالناشئين واللعبين ممكن يكونوا بقالهم فترة ما بيشتغلوش مع طبعا وممكن تكون إمكانيات لاست بالكبيرة بالنسبة ليه هذا المدرب سوارش وبالتالي الشكل بالنسبة لنا دي أهلي ما كانش فيه تغيير ما كانش فيه أمور ممكن تكون مبشرة في الأيام القادمة وده يمكن اللي خلى الإدارة تفكر بشكل مختلف في وجود مدير فني جديد وقوي وعالمي في الفترة القادمة ده التفكير اللي عند الإدارة مين اللي هيجي؟ كلام كتير لكن احنا بنتكلم ان حتى الآن يعني أسماء مطروح سوارش، فيولر، خليلوزيتش دول الأسماء المطروحة في الساحة الخاصة بالندي الأهلي وفيه فعلا مفوضات بتحصل في التوقيتات اللي احنا بنتكلم فيها مع المدربين دول وبعض المدربين الآخرين وأسماء أخرى ولكن دول أبرزهم وإن كان طبعا أقرب 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 المدربين هو كيروش في الفترة القادمة أنا أتكلم على كيروش، ممكن أن أقول سوارش، لكن كيروش هو الأقرب بشكل كبير لتولي منصب المدير فني النادي الأهلي وكان فيه خطوات كبيرة جدا من كابتن حسام غالي وأمير توفيق المدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع كيروش واتفاقات بشكل كبير جدا على الفترة القادمة لكن لم تحسم هذه المفاوضات حتى الآن لكن في معاد تحدد لي كيروش أنه يبقى متواجد يوم 5 سبتمبر عشان الأمور تخلص بشكل رسمي في حالة طبعا بعض الأمور ممكن تكون فيها لسه ما بعض المفاوضات ما بين النادي وما بين كيروش التجربة بتقول أو النادي قالي شايف أن التجربة بتقول إنه كيروش عنده قوت شخصية عنده عين كويسة بيقدر يعني يبرز نجوم ما كانتش أصلا على الساحة شفنا محمد عبد المنعم شفنا عمر كمان عبد الواحد شفنا لعيبة ممكن تكون يعني الناس ما كانتش أحمد رفعت ما كانتش شايفينها في الفترة الأخيرة في الدول الممتاز ولكن هو قدر يظهرها وبالتالي النادي الأهلي دايما بيبص إنه أنت للمدرب اللي عنده الرؤية دي رؤية إنك تطلع وزي ما يقول من الفسيخ شرباط له والفسيخ موجود لكن دايما النادي الأهلي عنده أفضل اللعبين وبالتالي مع مدير فني زي كيروش الأمور ممكن تختلف بشكل أفضل وأفضل جانب الآخر شخصية قوية وده موجودة في الراجل لا الصراحة يعني إحنا شفناها وجرؤيته دائما في التعامل مع الأعلام بشكل جيد وده برضو شيء مهم جدا يعني هنتكلم إن الحالة شبيهة بمستر منو الجزيل أنا تذكر معلش إحنا برضو لازم الأيقونة بتاعت منو الجزيل لازم تتحطف الاعتبار لأنه هو واحد جيه في وقت ملوقات أخذ مع النادي الأهلي بطولات وكان ليه شخصية مختلفة عن أي مدير جيه قبل كلا مدير فني جيه قبل كلا وبالتالي كيروش هو الأقرب لهذه الشخصية والأقرب دائما للتعامل مع الفرق الكبيرة والفرق اللي محتاجها الفوز المشروع هو ده ممكن ده بقى المشروع ده اللي ممكن فعلا نتكلم إن مدير فني بيشتغل بمشروع يكون عنده اسمه عنده تعامل عنده خبرات كبيرة مع منتخبات عنده خبرات كبيرة على مدار تاريخه في أكرة القدم هو ده اللي احنا نتكلم عليه مشروع مع احترامي طبعا لسوارش الأمور بالنسبة له ما كانتش ممكن تسمى مشروع أبدا لا تسمى مشروع بشكل كبير لأن السيفي بتاعه مع عدد الأندية اللي دربها ما تديش الأحق إنه ممكن يكون فيه مشروع ممكن يتحقق من خلاله آه ممكن يبقى لفترة ما هو تواجد مع النادي الأهلي آه نجح نجح ما نجحش الأمور طبعا مش هتبقى يعني بمحد الصدفة زي ما احنا بنتكلم لأن الخبرات اللي موجودة عنده تماما مش موجودة يعني بتشكل الكافي عشان يبقى متواجد مع النادي الأهلي ويعمل مشروع كبير بداية من قطاع ناشئين ثم الفرين أول وسنين طويلة ومتواجد فيها مع النادي الأهلي روتالي